أعرفكم على أماندا هي بنت فقيرة وعليها كتير ديون عكس جاك اللي هو الشاب غني وزي النساء واللي كان بيدرس في أمريكا فجده قبل ما يموت كتب وصية بيقول فيها إنه لو أخوه ما صار عنده حفيد خلال مدة عامين ما رح ياخد أملك العيلة والشريكة بس أخبط لنائرك ما بيحب النساء وما بده يتسوش وعمتوا ابنها اللي اسمه مايك بيعصب كتير لأنه ما عطاه جده ولا شي من ممتلكاته وبيبلش ويتخانقوا فبيقولوا جاك إنه هو ما بيستحق ولا دولار لأنه كل مصاريه بينفقهم على أشياء فاضية فبتوقفهم الجداء وبيعتذر منها فبيقولوا رح يشوف هل رح يقدر يوعد بنت ويتزوجها في هالمدة القصيرة فبيكون جاك في سيارته وبيشوف طفل صغير بيستمع للأغاني وما بيكون منتبه للطريق وبياخده للمستشفى وهون بيلتقل بأماندا اللي بتكون مدرسة في أحد المدارس وإيشت لستطمن على الطفل وبتكون مرة معصبه على السائق وبتطلب من الممردة إنها تتظل بالشرطة ليتعاقد عليه فعل تسو وبيكون السائق هو جاك فبتعصب عليه وبتلومه وبتقول عليه إنه هو شاب مريض ولازم يتعالش فبيكون الطفل بخير فبيشح لها شو صار وبيقول إنه في مرأة كبيرة في السن كانت رح تقطع الشارع مع أحفادها وهذا الطفل كان بيقول درشت وما كان منتبه للطريق فلهيك صف السيارة في اتجاه تاني عشان لا يصدمها الطفل بالجدة فبيدفع فاتورة علاجه وبتنتظروا لتعتدر منه وبتقول إنها في الأول أساء تفهمه وبتشكره على المساعدة فبيقول لها مداعي تعتدري وبيروح بعدها وبكرة بتجي لتدفع تكاليفا علاج للطفل وبيقول إنه هو رح يتحمل المسؤولية فبتقوله مداعي لأنه المدرسة أعطتها المصاري وبيتجره على مين رح يدفع التكاليف بس في الأخير جاك هو يلي بيدفع وبتجي أم الطفل وبتاخده فبيوصلها لبيتها وبيسألها ليش هي منها عيشة مع أبوها وأمها أو عندها حبيب فبتقول إنه أمه وأبوها وفصلوا عن بعض وهي الحين بتعيش لوحدها وما عندها حبيب وبيضحك فبتشكره بتروح بس هو بيطلب منها يأكلوا مع بعض فأمها بتتصل فيها وبتطمن عليها بس هي بتقول إنها ما نهجوا عانا فبسبب أبوها بيجوك كل يوم هدائنين عندها ليأخدوا المصاري منها بس هالمرة ما عندها ولا دولار فبيمسكوها وبيحاولوا ياخدوا شنطتها بس لحسن حضها جاك بينقيدها بس بتأدي راسها فبيحملها وبيأخدها للمتشفى فبيطلب منها تاكل معه لأنه الشرمية اللي اشترتها انسكبت على الأرض فبتقول إنه الوقت متأخر الحين وما بدها تاكل فلما بتجع للبيت بتلاقي أبوها بده يأخد مصاري أمها منها عشان يدفع ديونه فبيبل الشبكي وبتوافق تعطيه المصاري لأنه ما بدها يضربوه فبيجي معها للطبيب لتفحص الجرح ولما بتخلص بيعزمها على العشاء فبتكون مشغولة في موبايلها وبيسألها شو بتتوي فبتقول إنها بترد على رسائل زبائن لأنها بتبيع منتجات على النت وبتفرجي موقعها فبتقول إنها طول الوقت بتكون مشغولة في حياتها شغل في شغل في النهار بتكون مدرسة للأطفال وفي الليل بتبلش تبيع الأغراض ورسوماتها يلي بترسمهم لأنها بتحب الرسم كتير فبيقول إنه بده يتعرف عليها أكتر لأنه قبل فترة انفصل عن حبيبته فبتكون عندها رسالة لازم ترد عليها وبيضعمها بإيده وفجأة بيتتكن حبيبته السابقة ويلي كان جده دايما بيطلب منه ينفصل عنها بس وما كان بيرضى فأمها بتكون بتشتغل في صالون وأم جاك بتكون زبونتها لأكتر من عشر سنوات فبام بتقدر تحمل الأكواب لحلها فلهيك أخ بطلنا بيساعدها وبيقول إنه هو نايح للصالون الأضافر كمان لأنه أمهني بتسوي أضافرها فبتسألها لي شيء مضايقة فبتقول إنه عليها ديوني كتير ولازم تدفعهم بسرعة وبيتفاجأوا من بعض فبنعرف إنهم كانوا أصدقاء الطفولة وبتشوفهم أمه وهم بيحكوا مع بعض فبتجي لمعرضها وبيساعدها جاك لتفتح الباب وإجا لهون بس عشان يساعدها فلهيك بتطلب منه يرسل معها فبيوسخ ملابسها وبيل شوي لعبوا مع بعض أما أمه فبتخطط تزوج أخوه لبطلتنا وبتكون رح توقع بيروح ليشتري شوي تأكل وأبوها ما بيعطي المصاري للدائنين فلهيك بيقرروا ياخدوا منها جزدانها وبأي طريقة ممكنة فبيسمعوا هي بتطلب المساعدة وبيساعدها لا يهربوا وبيجوا لبيتها فلما بيكون في الحمام بترتب البيت فبيطلب منها يساعدها لتتدد ديونها بس هي ما بتوافق وبتعطيه أميسونة يلبسوا فبيسحبها لعنده وبيقول إنه شعرها لسه تنبلل فبيطلب منها تعطيه الدواء الاندومي وبيكون ساخن كتير لدرجة بيوء عليها فبيأكلوا مع بعض أما أمها بتجري قصر أم جاك فبتقول لها أمها بالسلفة ولو تزوجت أريك فرح تزدد كل ديونها ولو صارت حامل قبل عام فرح تعطيها مصاري كتير بس بطلتنا ما بتوافق فبتقول لها أمها لو صار عندها طفل فرح تعطيه لإلها وبعدها رح تطلق وبتزعل أماندا كتير وما بتعرف شو تزوي والدائنين بيتصلوا فيها فبيسمع كلامها وهي بتحكي على زواجه وبيقول إنه مستحيل يتزوج من أماندا لأنهم ما بيعرفوا بعض منيح فبتقول إنها ما بتهتم لهالشي وأهم شي إنه يكون عنده حفيد لأنه ما فيه وقت كتير عشان يفكر فبتقول من زعجاء وبيسألها شو صار معه وما بتوافق تخبره فبيقول إنه ما رح يعطيها الأغراض لحتى تخبره بالحقيقة وبتعصب عليه فبيوصلها لمكان شغلها وبيكون أخوه بينتظرها فبتقوله ليش لازم بنت فقيرة زيها تتدوجوا فبيقول لأنه بيحتاج حفيد وفي أسرع وقت ممكن فبيقول إنه مجبور يتزوجها بس هي بتقول إنها ما بتحبه فبيطلب منها تتعدو وتوافق على الموضوع فبيتلق لها رسالة وما بترضى عليها فبيخبر أخوه إنه رح يتزوج وبيتفاجئ منه بيقول رح يتزوج من صديق طفولته وبيشرحنه إنه رح يتزوجها مقابل تزديد ديونها وبيفكر إنه البنتين رح يتزوجها طماعه وبتحب بس المصاري فبيشتري إسوارة لإلها وبيلتقي بليزا حبيبته السابقة وما بيهتم نقلها لأنها في الأول إن فصلت عنه لأنها لقيت حبيب جديد غيره فبيتأسف منها وبيعطيها الإسوارة وبيقترب منها وبتبلش تبكي وبيقول إنه بدوا يكون معها بس بدوا شوية وقت بس هي بتقول إنه الوقت ما بينتظر حدا وبتطلب منه يروح فأمها بتدخل للمستشفى بسبب الدائنين فبيتصلوا فيها الدائنين وبيقولوا لها إنها عندها بس أسبوع واحد لتدفع المبلغ أو رح يخلصوا على كل عيلتها فبتطلب المصاري من أصدقائها بس ولا حدا بيرضى يساعدها وبيقول إنه ما يقدر يكون مع أماندا لحتى يتزوج أخوه الأكبر وبيكون متضايق لأنها ما بترد على اتصالاته فما بيكون عندها خيار من غير إنها توافق على الزواج وبتعطيهم المصاري وبتقول إنه الزواج الشهر المقبل فبيروحوا لما بيجي بلاقي إسوارتها على الأرض وبتجي لتاخدها وهنا بينصدبوا من بعد وبيقولوا أخوه إنه هي البنتي اللي رح يتزوجها فأمو بتقول إنها لازم تستقل من شغلها لأنها رح تعطيها أي شي بتهايه ولازم يكون عندها حفيد وبأسرع وقت ممكن وبتوافق وبيعطيها الإسوارة فبيسألوا كيف بيوافق على هالزواج هم ما بيحبوا بعض فبتقول إنها وافقت على هذا الزواج ومستحيل يلغوه وبيزعى كتير فبيجي ليشوفها بس هي بتهرب منه فبتركض وبيلحقها فبيقول لها لو كان بدها المساعدة ليش ما وافقت فبتقول إنه ما في شي بيربطهم ببعض فبيقول لها إنه ما كان بيتوقعها تطلع بين السيئة وبتسفعه فبتقول إنه الحين هي محتاجة المصاري وما بتتمنى أي شي تاني فبيعانقها وبتقوله يتركها لأنها قريبا رح تكون زوجة أخوه وبيقول مع حاله إنه رح ينساها ورح يركز على شغله فإبن عمت بطل ناجاك بدي يكون عنده حفيد ليأخذ الشريكة وممتلكات العيلة فبيكون اليوم العرس وبيكون أول شخص اللي بيشوفها بفستان العرس فبيجي أخوه وبتقول أمه إنه الإسواري اللي في إيدها ما بتناسب فستانها وبتزيلها من إيدها وبتعطيها لجاك ليتخلص منها فبيتطوروا معها وياده بيقدر يضحك لأنه مرز علان فبيقطعوا الكيك مع بعض وبعدها بيرقصوا وبيتمنى جاك لو كان محل أخوه فلما بيخلصوا بتكون خايفة منه وبيقول رح ياخد شاور وبتشوف صورة جاك في الغرفة فبيكون جاك مع الصب لدرجة بيقع على الأرض وبياخدوه للمستشفى وبيطلب من صديقه الدكتور يتركه ليرتاح اليوم في المستشفى عشان يضل معه أخوه فبيعجع للبيت وبيقول لها إنها تغيرت كتير فبتقوله لأنك أصلاً ما بتعرفني منيح فبيقول لأنك بنت بتسوي أي شيء مقابل المصاري وبتقول أي فبيرمي العصة تبوه عشان تعطيها لإله وبيرميها بعيد مرة تانية وبيرمي المصاري على الأرض فبتضب المصاري وبتقول إنه هالمبلغ صغير كتير وما رح تاخدو فبيصويحان وإنه وقع عشان تجي أمان دا وتتاعدو ليروح لغرفته وبيمسك إيدها وبيسحبها معه فبيقول لها أنت مستعد تتوي أي شيء بيطلب منك الناس التانين فبتقول إيه لأنها بدها يصير عندها وريد وبسرعة كمان وبينضعج بينها وبرجع لإلها الإسوارة فبكرة بيلتقوه وبتعطيها العصير يلي أرسلته أمها لإله فبيشكرها وهو رايح بيشوف سحلية وبيخافوا منها وبيركضوا مع بعض وهم مسكين إيد بعض وبتشوفهم أمه فبتفرجيه رسمتها وبيحبها الرسمة كتير فلما بيسألها هل حدا ساعدها بتقول إيه ولما بيقول هل هو حبيبها بتقول لا وإنه مجرد شغص عادي ما كان بيحبها فبيطلب منها تنساها وبيعانقها قدام عيونه وكمان بيكون سماك كل شيء فبينتظرها وبتقول إنه أخوه بينتظرها لا يكلوا مع بعض ولازم ما تتأخر فبيحاول يقترب منها وبترفضه وكمان بتسفعه وبعدها بتتفشه وبيوقع في المسبح وبيسحبها وبتوقع هي كمان ولما بتجي الخدمة بتطلب منه يختبئ وبتقول لها إنها ضيعت حلقتها فبتخبرهم الدكتورة إنه أماندا رح تتأخر عشان التير حامل وتصير أم وبتعصب أمه لإنها ما تقدر تنتظر ستة أشهر وبيدها حفيد وفسرع وقت كمان فبيروح ليشرب وبيوصلوها أصدقائه للبيت وبتفتح لإلو الباب وبتحاول توصلوا لغرفته بس هو بيوقع عليها وبينام على الأرض وبيعانقها وبيشكرها لإنها فتحت الباب لإلو فبيسحى أخوه ليدور عليها وبيشوف جاك فلهيك بقرر يوصلوا لغرفته فزوجته بتصير حامل وبينبسط كتير لإنه لو صار عنده حفيد فراح ياخد كل ممتلكات العيلة وبتخبر أم بطلنا بيستهلفة وبتعصب كتير فلهيك أمه بتشتري لإلها فستان لتلبسه فبيجي جاك ليتكلم مع أخوه وبيشوفها وبتطلب منه يتنع من غرفتها فبيقول لها إنه ما في حدا راح يحب بنتسيقة مثلها وبتشوف أمه وبيقول إنه إشالي يشوف أخوه بس ما لقى فلما بيكونوا في الشغل بيحميها جاك عود أخوه من الأشياء اللي بتوقع فبتكون بتطبخ وبتخل شيء وبساعدها جاك فبتشكروا بيكون بدوا ياخد الأكل اللي طبخته وفجأة بيجي اتصال مهم وبيعطيها الأكل بس يبترفض فبيقترب منها وبيحرق لإلها التوست عن قصد عشان ياكلوا رواضها وبتكون أمه شافت كل شيء حرفيا فبتتجنبه عشان ما تحكي معه وبيقول لها إنها ما راح تهرب منه فبيمسك بإيدها فبتقول إنه قصتهم انتهت وما لازم يتدخل في حياتها الشخصية من اليوم ورايح فبيسألها لو لساتها بتحبه وبتقول إنها ما بتحبه من قبل فبيضايقها وبتصفعه فبيطلب منها تخبره بالحقيقة فبتبلش تبكي وبتعترف إنها بتحبه ما تقدر تنساه فبيعانقها وبيقول لها إنه هو كمان بيحبها وكتير كمان بس هي بتقول إنه وفعت الأوان وبيوصلها للبيت فقريبا بيكون في عيد ميلاد الجدة فلهيك لازم ترسم لإلها صورة لتعطيلها ياها كهدية ولما بيرجع للبيت بيلاقيها نايمو ما بيقدر يمسك بإيدها وبيصورها فلما بتصحى بيطلب منها تروح تنام لأنه لو ضلت هون فرح تمرض فأمه بتعيه يرجع لي واحد حبيبته السابقة يلي تركته ويتدبر لهم موعد عشان يكلوا مع بعض العشاء فبيرجع للبيت متأخر لدرجة بتفكر أماندا إنه هو حرامي وبيحاول يدخل للبيت وبعدها كل واحد بيروح لغرفته فبكرة بيكون عيد ميلاد الجدة وبيجي مع ليزا وبيعطوها الرسمة يلي رسمتها أماندا وبيفرجيها ماك صورة للجنين وبتفرح كتير فبيفرجيهم الفيديو أبوها بيعترف إنه زوج بنته مقابل المصاري عشان تنجب حفيد للعيلة والجدة ما بتكون بتعرف بهالشي وبتعصب كتير بس بينصدموا من كلامها وبتقول إنه الأهم إنهم الحين هما زوج وزوجة رسميا وما بيكذبوا في زواجهم فبتتتجر أمجك معها لأنها خبرتها إنه ما رح يصير عندها حفيد مهما سوت فبتعصب أبي تتجره وزوجة ابنها بتحاول تساعدهم بس المسكينة بتوقع بسبب حماتها وللأسف بتفقد الجنين وبترميك كل اللوم على أم جاك وبتقول لها إنها هي سبب لأنها بتغان منها فبيعصب منها وبيقول لها ليش بتتدخلي في حياة أشخاص تانين وبيقول إنه هي سبب فوق دهن الجنين وبيرجعه أمو للبيت وبيترك زوجته لحلها مع سكرتيرو والظهر هو بيحبها فبتعرف ليزا حبيبة جاك السابقة إنه في علاقة بتجمع أبطلنا ببعض فبتقول لها لا وإنه هاي الإسوار كان عطاها إيها من زمان قبل ما تتدوج بأخوه فبتسألها هل إيريك بيعرف إنهم كانوا بيحبوا بعض فبتقول لها إنها متحمسة لتعرف ردة فهل إيريك فبتطلب منها ما تخبره فبتقول بجرد إنه تترك جاك يرجع لعندها زي قبل لإنه هو ما قدر ينساها وكل يوم بيهتم ببطلتنا أكتل منها وبترمي أغراضها على الأرض وبعدها بتروح فلما بيشجع للمطبخ بتتجاهله وبترفض تحكي معه فبيمسك بإيدها وبيسألها ليش هي معصبة منه فبتقول ما في شيء وإنها بخير فبتطلب منه يروح مع ليزا ليقضوا إجازة مع بعض عشان يرجعوا ويتواعدوا مرة تانية بس هو بيقول إنه مستحيل يرجع يواعد هذه كل بنت مرة تانية فبيعنقها وبيقول إنه حاول لأكتر من مرة ينساها بس ما قدر فبتقول رغم هيك لازم في الأخير ينساها لإنها الحين متزوجة فبيزعل منها وبيروح وبتبلش تبكي فبكرة بيجوا لها المكان ليقضوا العطلة مع بعض وبتشوف ليزا وهي قريبة كتير من جاك فبيتسخوشوا بسبب الأكل وبتسعدوا وبيشوفهم جاك وبيغار كتير فليزا بتعملها زي الخدامة وبتطلب منها تجيب لإلها الأكل وبالغلط بتحرق إيدها وبيكون جاك خايف عليها أكتر من أخوه وبيروح يشتري لإلها الدواء فبيتغير ليزا وبتقول لها إنه تمثيلها كان متاني فبيتقول لها إنه كان مجرد حادث وبتشت شعرها وبتقول إنه هاد كمان مجرد حادث وبيجي جاك وبيعطيها الدواء فبيجي لغرفتها وبشوفها وهي بتبكي ولما بيسألها تطردوا من غرفتها فبيعنقها وبيقول إنه ما يقدر يبتعد عنها أكتر فبيضلوا حكلة شوية وقت ولما بيناديها إيريكا تطلب إنه يروحوا بسرعة فبيسألها ليش ما غيرت ملابسها لأنهم متسخين فبتقول إنه إيدها بيوجعها أما ليزا فبتشوف جاك هو بيغادر غرفة أماندا وفي الليل لما بتتصل فيه ما بيرد وبتعصب كتير فبتقول لها إنها البارح شافت جاك أجا لغرفتها فبتقول إنك بنت بتحبي المظهر كتير فلهيك رح أعطيك إضعف المبلغ لتبتعدي عن جاك فبتقول مهما سوت جاك ما رح يحبها فبتصفعه وترد الصفعة وبيتتاجره مع بعض فبيجي جاك وبيوقفهم وبتقول إنها ما رح تسمح لها تاخده منها فبتسألوها لسكر عليها الخط بسبب أماندا وبيسحبها معه ليحكي معها فبتقول إنها ما بتقدر تضل معه أكتر من هيك وبتطب أغرادها وبيتركها تروح فبتلتقي بقرك وبيطلب منها تضل فبتقول إنه هو أعمى وما بيشوف تصرفات زوجته مع أخوه هي بتخونه ورى دهره وبيستغرب من كلامها وهل رح يصدقها أو لا وبيبدأ يشك فيها فبيقول إنه طلب منه يجي معه لهالمكان بس عشان يصالحه مع بعض بس ليزا في المقابل عصبت منه فبيقول إنه ليزا خبرته إنه جاك كان بيحب نتانية قبل ما يتزوج هو وبناظر في أماندا فبيسألوا ليش بيحكي فجأة عن هالموضوع فبيقول لأنه خايف عليه فبيطلعوا مع بعض في رحلة وفجأة بيتصل أخوه وبيقول إنه عنده اجتماع مهم ولازم يروح فبتطلب منه يروح ليعتدر من ليزا لأنه هي وجاك مستحيل يكونوا مع بعض فبيقول إنه كان بيحب ليزا بس الحين لا وبيعانقها وبيكون أخوه شاف كل شي فلما بيرجعوا للبيت ما بيلقوه وبتقول إنه احتمال كبير تكون ليزا خبرته بالحقيقة ولما بيتصل فيه ما بيرد فبتجي ليزا للبيت وبتقول لحمتها إنه أماندا بدها تقترب من جاك وبتخون إرك ورا ظهره فبيتقول إنه هالشي كذب فبيقول لها مو داعي تسوي هالأشياء لأنه هو ما ضل يحبها تشكرها وبتطلب منها تروح فبتصفعها وبتقول لها ليش ما خبرتها في الأول إنها بتحب جاك فبيقول إنه كان اللي صار بسببه وبيقول إنه أماندا طلبت منه ينفصل عنها ويتركها بس هو ما قدر يسوي هيك وبتصفعه فبيتأسف منه وبيقول إنه هو راح يتم بأخوه وما راح يتركه يعرف الحقيقة فبيجوا ليحكوا معه وبيسألهم ليش ما خبروه إنه كانوا بيتوعدوا من قبل فبتقول إنها في الأول ما كانت بتعرف إنه جاك أخوه وبيقول له بس أماندا انفصلت عنه وقاررت تتوش فبتطلب منه ما يزعل لإنه علاقتهم انتهت من زمان فبيقول راح يخبر الجده بالحقيقة عشان يتطلقوا بس جاك بيوقفوا وبيقول له إنه لازم يكون عنده حفيد بسرعة فليزا بتخبروا بكل الحقيقة وكمان بيعرف إنه إريك ما بيحب النساء وبيشكر ليزا كتير لإنها خبرت سوبي هالأشياء وخصوصا هالمعلومة المهمة فبيقول لأخوه إنه الدكتور خبروا إنه إحتمال كبير ما يقدر يخلف وبيقول إنه ما راح يقدر يصير رئيس التنفيدي في الشركة ولازم حدا تاني ياخد هالمنصب وبيعصب كتير وبيطلب منه يتركه يضل لحاله فبيفضحه قدام الكل إنه هو ما بيحب النساء وبتعصب الجدة وبيغمع عليها وكمان بينتشر الفيديو في كل مكان فبيسوي كل هالشي عشان ياخد الشركة منه ويصير هو الرئيس التنفيدي لهاي الشركة فبيحاول يتخلص من حياته ويموت فأمه بتلومها وبتقول إنه هي السبب في موت ابنها وجاك بيظل يناظر في صورة أخوه وبيبكي فبتجي لتعطيه ملابسه يلي راح يلبسهم بكرة وبيشوف إيدها عليها كدمات وبيجيب لإلها الدواء وبيطلب منها التامح أمه وبعدها بيعنقوا بعد ومن خلال التكتور بيقدروا يعرفوا إنه السبب في موت أخوه إنه في حدا خنقه وبيكون بشك في ابن عمته معك لأنه هو الوحيد اللي بدو ياخد منه شركة بس ما بيكون متأكد فبيجي لمكتبه وبيأخد بصماته والأشياء المتعلقة فيه عشان يتأكد لو كان هو سبب في موت أخوه فبتقول إنها إجت عشان توضعوا لأنه ما في سبب بيتركها الضل في هذا البيت وكمان أمه بتكرهها كتير فبتوضعوا وبتروح فالزوجته بدو تطلقوا فجأة بيومها عليها وبيقول لها الدكتور إنها حامل فما بيفرح زوجها وبيسألها مين أب الطفل وما بتخبره مين هو وفي الحقيقة بيكون مساعده فبيقول لها ما راح يطلقها ولازم تتاعده وتقول إنه الطفل طفله بس يما بتوافق فبيقول لها لو ما وافقت فرح يروح ليدور على حبيبها ويخلص عليه وبيجبرها تتصل بالمحاملة تقول إنها ما بتهطلق فالطبيب بيخبرهم إنه الحمد النووي لمك ما بيتطابة وإنه في شخص تاني هو يلي تخلص من أبوه فبيتتقي فيها وبيطلب منها يهربوا مع بعض ليتخلصوا من زوجها بس يما بتوافق لأنه زوجها عنيد وأكيد رح يلحقهم مرة تانية فلهيك بتطلب منه يحتفظوا بها السر وما يتركوا الأشخاص التانيين يعرفوا بهالشي ومن خلال البطاقة لها الشقة اللي كانت مع إيريك والبصمات عرفوا إنه صديقه هو يلي تخلص منه لأنه بسببه دمرت حياته المهنية وصار من دون مظيفة فلما بيرجع لشقته ما بيلاقي البطاقة فبيطردوا من الشركة وبيقول إنه من اليوم ورايح رح يكون الرئيس الجديد لشركة لأنه زوجته حامل فصديقته بتبلغ عليها الشرطة وبيسمعها وبيحاول يتخلص منها بس لحسن حظها بيجي جاك في الوقت المناسب وبتيجي الشرطة وبتعتقله وأمه لما بتعرف إنه الأملاك رح ياخدها ماك بتنهار كتير أما أماندا فبتنتقل لبيت تاني وبتطلب منه يتوفي أمه ما يتركها تتوتر وبيعانقها فأب ليزا بيكون عليه ديون كتير ولما بتعرف إنه ماك سر رئيس للشركة بترسل إلو رسالة ليتقابلوا وبالصدفة بيعرف إنها كانت بتخونه مع ماك من ورا دهره فرغم هيك بيساعدها لأنه لساته بيعتبرها زي صديقته وبينصحها تبتعد عن ماك لأنه هو شخص سيء كتير فبتتأسف منه كتير وبتقول إنها ندمانة على الأشياء اللي سوتها من قبل فالجدة بتكون لساتها في الغيبوبة وبيجي ليتطمن عليها وفجأة بتصحى فليزا بتعرف إنه زوجة ماك حامل فلهيك بتقرر تنتقم منه فبتتنكر على شكل ممردة وبتأخدها معها لها المكان وبتتفشها وبيوصل ماك في الوقت المناسب فبيلتقي بليزا وبيعطيها المصاري لتساعد أبوها فبتقوله لو ما يضل يعطيها مليون كل شهر فرح تفضح كل أسراره فبيصفحها وبتضربه فبيجوا مع بعض ليتتوقوا فلما بيخلصوا بتبلش تمطر وبيطلب منها تجلس معه لشوية وقت لأنه بدوا يضل معها بس هي بتقول أنه الوقت تتأخر فلهيك بيقرروا يركضوا عشان يوصلوا لسيارة وبيكونوا رح يسووا حادث لأنه فراميل السيارة اتعطلت فجأة وبيجوا هالأشخاص فبيحاولوا يضربوه وبيتعمل معهم بداركته الخاصة وبتكون مرخيفان عليه بس هو بيكون بخير وبيعرف أنه في شخص بيحاول يتخلص منه وبيخبر الشرطة بكل اللي صار معه ولما بيكون في المطبخ بيكونوا بيحكوا مع بعض ولما بتجي أمه بتغتمق آماندا وبتحب الأكل كتير وبتفكر أنه هو يلي طبخه فذكرة بتشوف الأخبار أنه لقوا جهد تيزة مرمية في البركة وأنها ماتت من قبل خمس تيام ولما بيشوف معك الأخبار بيتوتر كتير وبتكون بتعرف أنه كان عنده علاقة تيزة وكان بيخونها معها فبيحاول يضربها وبيمنعها وبيطلب منه يبتعد عنها لأنها حامل وفجأة بيتذكر هذا كل يوم أنهم كانوا بيتججروا وبالغلط أوس عليها وعشان ما يتركها في القراج رموها في المي وبيطلب من رجال المافيا يساعدوا في هالشيء فمساعدوا بيكون سمع كلامه وبيطلب منها تهرب عشان تحمي حلها من ماء فبتعرف أنها دايماً بتطبخ لإلها الأكل من دون ما تعرف وبتطلب منها تضل معها في البيت عشان تعتني فيها فبيطلب منه يعطي 30 مليون لو بدوا يساعدوا ولما بيفتح الخزانة ما بيلاقي مصاريه لأنه زوجته هربت وأخدت مصاريه ومن خلال الجي بي أس بيعرف أنها في الفندق فلما بيتصل بمساعده وبيخبره أنها الحي في المستشفى وبيعصب لأنه كذب عليه فبيجي للفندق وبيلحقه جاك لأنه بيكون بيعرف أنه هو يلي تخلص من ليزا فبيسألوها لهو أب الطفل وبيقول إيه وأنه ما كان بيتوقع منه هالشي فبيمسكه وبيطلب منها تهرب مع المصاريه وبيهربه وبيساعدهم جاك وصديقه الشرطي بيجيبها لها المكان الآمن يلي ما يقدرزوش هيلاقيها فيه فبيطلب منه يساعدوا ليلة يساعدوا بس في الأخير بوافق ولما بيرجع بيكسر كل أغراضها فبيتنكر جاك عشان ياخد الدليل اللي بيتثبت إنه مات مدنب وبلاقي التسجيل يستجلوا لما كان بيحكي معه في الموبايل وهو بيطلب منه المساعدة فبيكتشفوه وبيحاول ياخد البيانات ولما بيحاول يهرب بيلحقوه بس فجأة بيسوي حادث وبيقوله في الأخبار إنه توفى وبتزال كتير أماندا بس ما بيكون توفى وبيكون لسا تعايش فبيتعنقوه وبنعرف من كلامه إنه هرب قبل ما تنفجر السيارة والشرطة بتبلش تتور على هداك الرجل المافيا وبيجي عند ماكلا يساعده فبيضربه وبيخلص عليه فبيضطير صحة الجدة بخير ولما بيجي جاكي بينصدم منه لأنه لسا تعايش وبيكون سجل فيديو هو بيعترف إنه هو اللي تخلص من ليزا وبيقول كمان إنه زوج تمانها حامل منه وكان بس بيستغلها عشان ياخد ممتلكة العيلة فبيحاول يخنق وبتجي الشرطة وبتقبض عليه فبيأخذ أماندا معه عشان يهرب من الشرطة وفجأة بتقدر تهرب منه بس بيأوص على جاك فبيتخلص منه وبيموت ماك أما جاك فبياخدوه بسرعة للمستشفى وبتكون حالته الصحية خطيرة كتير فبيمر شهر كامل وبتتحسن صحته وبيصير هو رئيس للشريكة وكما إنهم بقرروا يتزوجوا فبيعترف إنه هو بيحبها وبيعانقها وهيك منكم خلصنا مستشفى اليوم انتظروا الملخص الجاي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة